وصلنا للفقرة يلي بينتظر الكتار كل تنين وخميس مع مين؟ مع هودا الأسعد صباح الخير يسعد صباحك يا هودا مونزور يا أمالي كيفكم اليوم؟ لا للتنمر أنا من أول حال أول أنا مورا يتلقى الأيفاد ما بدي أعطي لا معي أيفاد أساساً لا تعطوني أيفاد يسعد صباحك أهلي بوقعه لازم يتصادر هو ورد يعني ممتلكات القناة لا هذاك مو أعف هذاك خبط وردو صعد صباحا قلت أكيد عم يحضرناه بونجور يا صبايا بونجور لكل اللي اللي عم يحضرونا الفقرة الفنية دائما بحاول قد ما بقدير أنه أنا عنجد هكذا لخص لكم غياب يومين أو غياب تيام ودائما بحاول أني يجب لكم أخبار عن سوريين أنا بشوف حدا سوري عمل شي جديد تحسي لازم تحكي عنه لازم تماما عنجد سارة فرح واحدة من مطربين بلدنا الجميل ولكن سارة هي منها بعيدة بس بتحسيها بخيلة فنيا يعني تعمل مسلسل وبتعود أساساً كانت كتير حلوة بعاصي الزند السنة الماضي هاي الغجرية الجميلة اللي عملت هاي النقلة بالدراما يعني كل عالم حكوا عنها كل عالم حكوا عن تفوقها بالتمثيل عادة عن هيكي عملت قبل أن أدير العشاء بشخصية رواء مع المخرج تفتين سباعي سباعي طبعا تحية وصباح الخير لكل اللي عم يحضرونا كمان كانت جميلة سارة حلوة كتير بالتمثيل وكتير ناس حبوا بس هي الغناء وصلت لنا بالغناء صحيح تنزل كل شيء عملته شكراً قررت تبقى لازم تبرعها لازم لأنه عالم اليوتيوب عالم جميل فيه كثير مجالات وأكثر مجال جميل فيه هو الغناء فانياً اللي عنده صوت حلو فيه فتح قنات وهيك ميال يعني اوكي عفكراً ليش صوته حلو يعني بس يامي ماشي كأنه ما كانت متحضرنا كأنه ما بتعرفنا كأنه ياللي ما سمعي حسار رجبتك وحدة نحضرها سوا ونسمعها سوا يال طبعاً هذه الأغنية متأليف مصطفى الزمزم وألحان ناصر أسد كتير حلو الأغنية سارة تعرف حالة بالرومانسي إنها موجودة مع أنا صوته أول ما بلشت كان تعطيكي إحاء أنه هي أكيد رايحة جبلي أكيد رايحة شي هيك صوته كثير قوي وكثير تقيل بس جميل بالعكس هذا الصوت بخليكم تغنيوا كل شيء طبعاً كمان فقرت الثاني عن أحد الأصوات الجميلة بس فيه توضيح لازم عدله فوراً لشان ما أخسر يعني شان ما أنزع علاقتي وصدقتي مع أماليك أنا أنا أتبع في أن أخذني لازم 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 حركة إصباطك أمال ماهر نعم أنا شايفينك هل تقولي أنه مئة بالمئة بس اليوم رجعتها الجميلة هل هي رجعت نثمين شهور نزلت لنا ميني آلبوم في مجموعة أغاني بعنوان أنا كويسة هذه الأغنية كثيراً تشبهها هذه الأغنية كثيراً تسمعتوها هذه الأغنية كثيراً تشبه أمال ماهر وعلاقتها بالجمهور الفترة اللي مضت بس اللي يتحدث عنه اليوم أمال عندها مشاريع غنائية جديدة بحفلها الأخير بمصر أشمل الحفلات شو حلو ترجع نشوف أمال ماهر بمصر شو حلو نرجع نشوف أمال ماهر بالصعودية لأنه كمال كان عندها حفل بالصعودية خلال الفترة الماضية رجعت للحفلات هاي الفتاة اللي من أول ما بلشت مميزة مميزة جداً صوتها مختلف تماماً ما في حدا بالوسط الفني يشبهها حتى اختياراتها الموسيقية والغنائية هي بتشبه خصوصيتها جبت لكم مقتطفات هايك من الحفل اللي صار بالتجمع الخامس بمصر جمهور مصر محب لآمال وفعلاً كان كتير خايف عليها الفترة اللي قطعت فيها وغابت فترة كتير طويلة المهم الرجعة بغض النظر عن شو صار بغض النظر مع مين الخلافات المهم هي الرجعة المهم انها ترجع تغني لنا فأنا جبت لكم مقاطع من التجمع الخامس وجبت لكم من أشهر أغاني ديوية اللي عملتهم أمال ماهر مع وقل جسر فضل حضر الفقرة كمان بيكون من ضمن اهتمامات كتير انه احكي عن اشخاص عم بتحضر عم تشتغل عم تورجي وصوشال ميديا صارت بتورجيكي ورا الكواليس وستوديوهات وشو عم بيتحضر يعني ما بعرف اوقات بقول يا ريتني بزمان بعصر ايام كانت ان العالم لازم الصحفي روح مباشرة فضل عد الفنان لا يعرف شو عم يعمل واذا نزل بجوز ما حدا يعرف لا ينزل الالبوم او لا ينزل الكسيت ايام الكسيت هلا اسهل شيء بالحياة انه نعرف شو عم بصير تحضيرات شو عم يأكل شو عم يشرب كثير سهل هلا هو حلو ومحلو للصراحة حلو قبل تتعبي لتاخذ المعلومات صحيح ولغ الخصوصية ولغة كثير اوزن طبعا وعالم كثير بتحبه في ناس كثير بتحبه بغض النظر عن كثير اشخاص يعني اذا بنزلوا الصورة بتحسين انه هايك يعني صح صح ولأسف انا واحدة منه المهم كارول سماحة عم تعمل الالبوم جديد لازم يكون الالبوم مختلف لازم لازم يكون الالبوم في مجموعة من اللهجات لازم يكون في الالبوم اوكي الالبوم الماضي كان حامل فكرة وقضية وهذا الشيء ما انه غريب عن كارول سماحة هي دائما بين كل اغنية اغنية او بين تحسية كل سنة الا ما تبعت رسالة سواء كان بكلمات محمود درويش اوش دائما بتحاول تقول انه انا مع القضية انا معاكن انا بساطي بتحاول انه توصل كل شي بالدياوة ولكن يبدو هذا الالبوم مختلف لانه هي اول سنة نزلت لنا بوسا بوسا تمام هاي الاغنية حاولت لنا بالمصري تقضي الحياة فخليني غز عالجي بوسا من الآخر بوسا اغنية اغنية جميلة كتير حققت الهلا تقريبا شي اكتر من 4 مليون مشاهدة على يوتيوب اخراج بتقول عرفة يعني كمان الفيديو كليب يلعب دور يلعب دور طبعا وراجع هلا هاي القصة انه الفيديو كليب نرجع نحبه اجت فترة راحوا اكتر الفنانين على الكلمات ومجموعة فتو سيشن ومجموعة هايك مختلف نحنا بانتظار ألبوم كارول انا حابة اعرف شو حابة تعمل يا ربي يكون منوع مثل ألبوماتها القديمة انا قلت الصبح دائما بيجي معاكن دائما بيجي لكم اغاني فيديو كليب وهيك شغلات بس حدا مثل كارول سمحها وقت تلاقيها فيديو على يوتيوب على مسرح ما بصير مجي بي بلا فيديو كليب بلا غيره هي ملكة المسرح واجمل اغانيها غنتا على المسرح هاي الاغنية بسماكن ياها هي من اجمل وهذا المقطع المباري التالي انا التناجبت لكم اغنية جوزيف عطية سنة حلوة مبارح كان منتشر فيديو كتير تريند لجوزيف عطية مع احدى معجباته قصة هذا الفيديو قصة كتير زريفة قصة كتير تشبه جوزيف عطية هاي الصبية اسمها عليا هي تروح ورا وين ما راح تماما مسرح تلاقي وراها تمام عيد ميلاد تلاقي وراها عرس في تركيا تلاقي وراها تحبه كثير ودائما تحاول ترجع انها تحبه كثير يوم عيد ميلادها قرر هو يروح لعندها على البيت يا الله البنت في لحظات حتى هو يجب لكم المشهد قال خلاص سيوقف قلبك هي نظامك سيوقف قلبك حب حب هذا العمر سن المراهقة للفنان كنت بدي اسألك قدي عمرك هي عمر المراهقة باينة صغيرة بس همين بحبوا الفنان بطريقة هلأ بتيش فترات من العمر نحنا أنه منضحك نوالا وما بدك لالقد بس وقت تخفي هايك فيديو وتتذكري وتذكري وتذكري انريكا ايجليسيا سعى الاخزاني سلام سلام ايه يعني نحنا وقت كان يطلع أنا وسالك كنت من عشاق وعمر دياء وطلع على التلفزيون اغمى هذا حب الجمهور للفنان حب جميل وقت يتقدر من الفنان كيف يكون الفنان راقي وجميل ومحترم ويعرف المعجب الذي يركض بالحق فأنا قلت لكم ياها عادة عنا هيك وغنى لسنة حلوة هي اغنيتها الجديدة سنها غنى لسنة حلوة عندها بالبيت العليا شعب كثير الجملة فهي هو عب تقول اوه شي جديد يتخيلي هي وين راسها يعني مو بس بتحبه كشخصية وتحب اغانية بتحب انه شفته ينزل قلت لكم ياها اكيد كيف عملها حرقت الفيديو حرق طب تقول يا أختي يا أختي ايه علينا امدوح الحك الخبر اللي بعد الماضي حكيته كله على الجن تعالوا شوف الفيديو شفت لكم كمانا أما رح أختم مع الحب أغنية صيف نبيل الجديدة اسمها آخذ قلبي عايب العراقي زبطت معك بالعراقي بس ضعفة بالمصري بالمصري ما زبطت مو مشكلة أنا معقولة طب أغنية عم بسمع ابنبارح لليوم شتر اليوم مرة اكيد اغبط معك طبعي في فنانين بيعرفوا كيف يؤثروا بيعرفوا وقد يعملوا أغنية بتصير تريند بطريقة تشبهن هم صيف نبيل هو هيك طبعا أنا ما بنسى أبدا اللقاء اللي عملته معه وقت اجعى سوريا كان عنده حفل بوقت سألته لهللا إذا برجع بشوفه دائما عندي هذا الفضول لأنه ليش ما بيعطي فرصة لحد يلحله هاي الأغنية من ألحانه وأغلب الأغاني اللي عم بنزلها هي من أغاء من ألحان صيف نبيل كل ما بيسمع أغنية بيقول خلص هو في عنده شيء بالباله بالأغنية تصور تماما ما عنده هدف فقط أنا صوتي جميل بأدمة هو بيهتم بالعمل ككل هاي الأغنية وصفت من أغلب العالم اللي حضرتها أو سمعتها وحتى قرأت مبارح أحد النقاد الفنيين يحكو عن ألبوم سيف نبيل اللي هو عم ينزل اللي هو اسمه الله يعلم هاي تالت أغنية منه قال عن بيقدم الحب بطريقة كثيرة صادقة وهيكا بإتقان شو حلو هي مانا أغنية قالوا هي مانا أغنية حسيت بالحب لما أسمعتها أنا حسيت بالحب من زمان طب هي هيك حركت فيك مشاعر الحب وعطتك طاقة الحب طبعا حتى الفيديو تتصور تماما أغنية كثيرة جميلة لهم تحقق صدا والرسالة بدون إياها أكيد حمس دينا نسمع أكيد حلوة أشوفكم أول أسبوع الجاية إن شاء الله في أخبار جديدة وأغاني جديدة شكرا يا هودا شكرا